خلينا اسألك مستقبل صلاح مع ليفر بول هل هو مكمل مشواره مع ليفر بول ولا ممكن يمشي في يناير طبعا كلنا احنا شفنا اللي حصل المركاتو اللي فات والكلام عن الدور السعودي من الواضح لحد دلوقتي في الصحف الانجليزية وتحديدا مقربة جدا من ليفر بول زي موقع ليفر بول إيكو نوما لحد دلوقتي فيه قلق كبير جدا جدا من ناحية ليفر بول نعم محمد صراح ممكن الموسم الجاية ما يكونش في ليفر بول حتى لو قدروا انهم الموسم دون يعدوا في ليفر بول هيبقى صعب طبعا انه يتحرك في يناير لكن هم حتى وهو قاعد دلوقتي في ليفر بول فيه شكوك كبيرة جدا جدا هناك في انجلترا ان محمد صراح مكمل في ليفر بول عشان كده بنشوف ليفر بول إيكو بينزله تقريبا كل يوم خبر عن ان ليفر بول بيستهدف لاعب يكون بديل لمحمد صراح في حال راحل سمعنا كلام عن لورياسانيه سمعنا كلام عن نيتو لعب وولفر هامتون النهاردة اسمعنا كلام جديد عن وليامز بتاع نياك وليامز بتاع بندوق الصغير بالزبط بالباو فالأسامي الكتير اللي عملت تقال حوالين ليفر بول ودايما ربطها ان دون اللاعب اللي يورجون كلوب عايزه عشان بديل لمحمد صراح فواضح ان في أوساط ليفر بول نفسها والصحف المقربة من ليفر بول ان ليفر بول نفسه مش واثق ان محمد صراح مكمل في ليفر بول وكلب يتجه لفكرة ان الضغط على محمد صراح بالارقام العالية اللي جاي من الدور السعودي عجلا ام عجلا هينجحه في دون وهينجح الدور السعودي ان هو يستقطب محمد صراح خصوصا ان المنافسة في الدور السعودي نفسها بتتدرج وبتتطور بشكل مستمر النجوم راح على هناك بشكل اكبر فالاتجاه في ليفر بول ومحيط ليفر بول دائمان ان محمد صراح السنة الجاية ممكن ما يبقاش موجود في ليفر بول في حالة الارياحية اللي كان النادي بيتكلم بيها الموسم اللي فات وكان كلوب بيطلع بيها في كل مؤتمر صحفي يقول محمد صراح لاعب في ليفر بول محمد صراح مش هنتخلى عنه في ليفر بول وسط المحللين بقى بتوع ليفر بول في المواقع الإنجليزية هو كل شايف أن خروج محمد صلاح يعني انهيار مشروع ليفر بول الحالي وبدايته من الصفر من أول وجديد لأن محمد صلاح هو رجل مشروعي دلوقتي في ليفر بول لو كان ليفر بول في وقت من الأوقات قبل كده فريق جماعي بشكل كبير اللي احنا شايفينه لحد دلوقتي من ليفر بول الموسم الحالي هو فريق عبارة عن محمد صلاح سبوس لايف نص الملعب والفريق بيزق نفسه شوية بمحمد صلاح مش شخصية محمد صلاح هو اللي شايف الفريق زي ما خالد لسه قيل لويس دياز مش هو لويس دياز اللي كان منتظر نونز ما دخلش الموسم يعتبر لحد دلوقتي جوتا برضو بيمشي على سطر ويسيب سطر فما فيه تحسش بلعيب تقيل في ليفر بول غير محمد صلاح قبل كده ساديو منيج لاعب تقيل كان يقدر شين ليفر بول في وقت هزة محمد صلاح وفيرمينيو كان لعب كبير فبالتالي خروج محمد صلاح الكل في ليفر بول شايف ان خروج محمد صلاح هي بداية للمشروع من الصفر تاني من قول وجديد عندك حقا